قررت بوركينفاسو ومالي علتان تخوضان منذ عدة سنوات حربا ضد الإرهاب تعزيز تعاونهما وتدخلاتهما العسكرية لمواجهة هذه الآفة وقال الرئيس الانتقالي البوركيني بولهيري سانوغو داميبا إنه يعتزم في الأيام المقبلة دراسة وتعزيز الشراكة العسكرية القائمة بين البلدين بشكل أفضل لمواجهة التحديات الأمنية على المشتركة وتعرف بوركينفاسو ومالي هجمات إرهابية متواصلة تسببت في ألاف القتلى وتشريد ونزوح الملايين من السكان وتدمير وإغلاق المرافق العامة الأساسية خصوصا المدارس والمراكز الصحية وبعد مالي من المقرر أن يتوجه الرئيس داميبا إلى الكود ديفوار وتشترك بوركينفاسو والكود ديفوار في حدود تقارب 600 كم ونزح الألاف من سكان بوركينفاسو لشمال الكود ديفوار إثر توالي هجمات الجماعات المسلحة وتشهد بوركينفاسو منذ سنة 2015 على غرار جارتيها النيجر ومالي دوامة عنف تنسب إلى حركات مسلحة جهادية تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية أصفرت عن ألاف القتلى ونحو مليون نازح وتعد أكثر من 40% من مساحة البلاد خارج سيطرة الدولة بحسب بيانات رسمية